معثى رئيس الهيئة العليا لتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد عبدالله اليدومي برقية عزاء وموساء إلى أمين عام الحزب الأستاذ عبدالوهاب الأنسي في وفاة شقيقه عبدالله الأنسي وأعرب اليدومي عن خالص العزاء باسمه ونيابة عن قيادات وعضاء وكوادر الإصلاح للأمين العام وأبناء الفقيد وكافة الأسرة في هذا المصاب وأشار اليدومي لأن اليمن فقدت رجل أعمال برز عطاؤه من خلال الاستثمار في وسائل العلم وأدوات المعرفة وتمكين الأجيال من الوصول إليها